بسم الله الرحمن الرحيم قراءة سورة الماعون في المنام أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم من قرأ سورة الماعون في المنام تقول له كما تعين تعان وإذا أعنت نفسك وقلبك وعقلك وجوارحك وأهلك وربعك وجماعتك والناس اللي معاهم انت في الوظيفة أو في تجارتك أو في دراستك إذا أعنت نفسك الله حيعينك إذا أعنت غيرك الله حيعينك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فهذا الماعون اللي هو الإعانة والعون والإعانة والإغاثة والمساعدة والتعاطف والتراحم وما إلى ذلك وذلك بحسب دلالة الرؤية بحسب حال الرأي وما يليق به وما تدل عليه الرؤية نجد أهل التعبير يقولون في من قرأ سورة الماعون قالوا يرتكب كل ما فيها يعني من المشاكل اللي موجودة فيها مثل يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وما إلى ذلك وتكذيب وترك صلاة ومعنى هذا بالنسبة لأهل الدين فإذا هو ما أصلا من المحافظين على الصلاة تقول له هنا لا تهمل أو تنسى أو تتوانى في تحصيل خير وهو قد جالك أو حي يجيلك فهنا التكسير في أمر الدنيا يصير ما هو في أمر الآخرة لذلك دائما نقول بحسب حال الرائي وما يليق به كذلك قالوا أيضا في من قرأ سورة الماعون أنه يرى عليه ذلك يعني يفعل ذلك ويتجاهر به أمام الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى أرأيت يعني إنك تراه يعني سترى هذا الذي يدعو اليتيم فيظهر أمره للناس من أرأيته طيب إيش المطلوب من السورة المطلوب من السورة إنك تكون من أهل العون والإعانة وحتى يرى هذا الأمر لك في الدنيا ويتبارك لك والله يجازيك فيه في الدنيا فيعطيك خير وكذلك في الآخرة والله أعلم موسيقى موسيقى موسيقى